تشهد مدينة شرم الشيخ تواصل أعمال المشروعات الصديقة للبيئة استعداداً لاستضافة قمة المناخ كوب 27 هذا ويصابق العمال الزمن للانتهاء من إنشاء محطة شحن للأوتوبيسات الكهربائية لتقدم خدماتها المتعلقة بالشحن والصيانة لوسائل النقل الأخضر باستخدام التكنولوجيا الحديثة جولات ومشروعات لا تنتهي في مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ كوب 27 فهؤلاء العمال يسابقون الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام بإنشاء محطة شحن للأوتوبيسات الكهربائية على مساحة 55 ألف متر مربع لتقدم خدماتها المتعلقة بالشحن والصيانة لوسائل النقل الأخضر باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تشمل منظومة الكرت الذكي ومحطة تحكم ومراقبة لنظام الشواحن تواكباً للتطور التكنولوجي في العالم كله لتحويل العربيات كلها من سولر أو بنزين لعربيات تعمل بطاقة كهربائية لجعل إن شاء الله مصر كلها بإذن الله تكون دولة تعمل بطاقة نظيفة فإحنا في إطار الجهد المبزول ده نعمل أكبر محطة وأول محطة في أفريقيا والشرق الأوسط لشحن الأوتوبيسات الكهربائية بدأ العمل في المشروع أواخر أبريل الماضي ليصل لنسبة كبيرة من معدلات التنفيذ ووفقاً لأحدث التقنيات رعينا في اختيار الشواحن أنها تكون على أحدث تكنولوجيا بالإضافة إلى أن المحطة مزودة بالفليت منجمينت هو سوفتوير هو المتحكم على الكنترول والمونيترينج لعمليات الشحن أثناء شحن الأوتوبيسات وبعد خروجها من المحطة نسبة الإنجاز الحمد لله وصلت 98% احنا اتكلفنا بأعمال مسطح المشروع 55 ألف متر أعمال أتربة 350 ألف متر مكعب أعمال طبقة أساس دخلة في 14 ألف متر مكعب أعمال طبقة خرصانية رصف خرصاني للطرق الداخلية 8 طرق أرصفة للشحنات مسطح 30 ألف متر المحطة تعد الأولى من نوعها في أفريقيا والأطخم في الوطن العربي ويتم العمل فيها بأياد مصرية ومواد خام محلية بنسبة تصل لـ 85% محطة شحن الأوتوبيسات الكهربائية تعد الخطوة الأهم لنشر استخدام وسائل المواصلات الصديقة للبيئة ودعم استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة خاصة مع قرب عقاد قمة المناخ كوب 27 لتكون بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء محمود جميل التلفزيون المصري